السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ الله يكرمنا سنبدأ إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فيتجدد اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد الحسن الددوى الشنقية حفظه الله عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس مركز تكوين العلماء في موريطانيا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن ينفع به شيخنا بارك الله فيكم بودي أن تتركوا لمجال للترجمة أثناء حديثكم حتى ينتفع الإخوة إن شاء الله تعالى إن شاء الله عندك مضوح محضة تتكلموا فيه تفسير سورة الاسر سبحانه وتعالى إن شاء الله son intervention sera suivie d'une traduction تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي ونفهم على سيدي الأولين والآخرين لذينا محمد وعلى آله وطاره ومن إهدى بهذه وفهم من أجته إلى المدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي أحمد الله سبحانه وتعالى على اللقاء بكم مرة أخرى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أجمعين علم النافعا ورزقا ماسعا وعملا صالحا متقبلا هذه السورة الكريمة يقول فيها الإمام الشافعي ورحمه الله لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس وقد افتتحه الله سبحانه وتعالى بهذا القسم الذي سميت السورة باسمه وهو العصر وهذا من إعجاز القرآن في القرآن لا توجد سورة من سوره وهي مائة وأربعة عشر سورة إلا وفيها لفظ أو لفظان أو أكثر لا توجد في غيرها من السور ولفو العصر لا يوجد في غير هذه السورة وقد سميت به والله افتتحها بالقسم والمقصود به المبالغة في إثبات هذا الأمر وبيان أهميته فقال والعصر فالواو حرف جل وهي بمعنى القسم والعصر المقسم به هنا العصر المقسم به هنا معناه الوقت والزمن فتقول أهل هذا العصر يفعلون كذا أي أهل هذا الزمن الذي نحن فيه ويطلق العصر على أول النهار وآخره ومنه صلاة العصر أي صلاة آخر النهاء ومن إطلاقه على أول النهار وآخره قول الشاعر عرفت من هند أطلالا بذتودي قفرا وجاراتها البيض الرخاويدي تلاعب الريح بالعصرين قصطله الوابلون وتهتان التجاويد تلاعب الريح بالعصرين أي بأول النهار وآخره قصطله أي غباره قصطل الغبار والوابلون أي الأمطار وتهتان التجاويد أي شدة المطر الشديد وقسم الله بالعصر دليل على أهمية الوقت بالنسبة للإنسان فالمسلم يعلم أن وقته هو رأس ماله وأنه إذا ضيعه لا يمكن أن يربح فهذا الوقت الذي نعيشه قد حدد لنا فقد كتب مع كل جنين وهو في بطن أمه كم سيعيش في هذه الحياة الدنيا كما ذبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المسلوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وبذلك يعلم أن الأعمار قد كتبت وأنها قد حددت فما يعيشه الإنسان من الأزمنة والأوقات مكتوب ولهذا لا بد أن يستغله قبل فوات الأوان وهو رأس ماله وهو العمر المركزي في حياته وليلسالي أعمار السيواهو سنوبيينوها إن شاء الله بسم الله الرحيم الشافعي qui dit à propos de cette سورة qui est سورة الاسر que si الله سبحانه وتعالى n'avait révélé du Coran que cette سورة elle aurait suffi elle aurait suffi pour les serviteurs elle aurait suffi comme argument et donc le shiikh nous explique que cette سورة elle commence par un serment par un serment en قسم qui est والاسر et il nous dit que parmi justement les aspects miraculeux du Coran c'est que ce mot الاسر on le trouve nulle part ailleurs dans aucune autre سورة on le trouve que dans celle-ci et c'est donc c'est le début de cette سورة le terme الاسر la سورة elle commence par والاسر et الله سبحانه وتعالى donc il jure par الاسر pour montrer son importance puisque le واو nous informe que le واو ici dans la langue arabe est un واو qui est utilisé pour le serment et الاسر veut dire le temps donc الله سبحانه وتعالى dans cette سورة il jure par le temps par الاسر et le terme الاسر le sikh il nous dit c'est un mot en langue arabe qui peut être utilisé pour désigner le début de la journée aussi la fin de la journée c'est pourquoi la troisième prière que nous faisons on l'appelle la prière de الاسر et puis le sikh il cite des vers de poésie pour confirmer justement de l'utilisation du terme الاسر justement en début de journée en fin de journée et donc vous n'êtes pas donc on n'est pas donc sans science sur l'importance justement du temps que c'est quelque chose de très important et ce temps il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala là donc limité chacun parmi nous a un temps qui est limité lorsque nous étions dans le ventre de nos mères comme nous a informé le nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Ibn Mas'ud quand le fœtus atteint un certain âge Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie un ange et il lui crie sa durée de vie donc comme ce temps il est limité donc il est de notre devoir de tirer profit au maximum de ce temps là et de l'utiliser à bon escient et Shire par la suite va nous expliquer qu'il y a d'autres formes de temps que nous devons exploiter s'il y a قال آدم وأي رب من هؤلاء قال خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون ثم خلطهم حتى ما يتميزون فناداهم فقال ألست بربكم قالوا بلى قالها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم كلهم اتفقوا على هذا الجواب وهو الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى للخلائق جميعا وأخذ الله عليهم العهد في ذلك الوقت أن يعبدوه وأن لا يعبد الشيطان وذلك عمر لأننا فيه دخلنا حجز الوجود فأصبحنا في عالم المرئيات وأيضا فإننا وجه إلينا السؤال فأحصلنا الجواب لأنه قال ألست بربكم وقد عجبناهم فأحصلنا الجواب وقلنا بلى وقد أثبت الله ذلك بكتابه وقال وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أبا تهلكنا بما فعل المبطلون وهذا العهد أيضا الذي أخذ الله عليه وأثبته في كتابه فقال ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولم يبقى معنا من هذا العمر الأول إلا أمران الأمر الأول منهما الفطرة التي فطر الله الناس عليها فمنذ ذلك الوقت فطرنا على التوحيد والإقرار لله بالربوبية فقال ألست بربكم قلنا بلى فأقررنا أنه ربنا وأقررنا بالتوحيد فكان التوحيد فطرة في الجنس البشري كله فما من مولود من البشر إلا وهو يولد وحدا لله سبحانه وتعالى على هذه الفطرة وهذه الفطرة بيّنها الله بقوله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن هذه الفطرة التي يولد عليها الخلاق وجميع أنها مفسدات تفسدها وقد صحى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما لذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وكذلك صحانه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم أحد إلا ويولد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا فهل ترى فيها من جدعا فهل ترى فيها أي في البهائم من جدعا عند مولدها أو فهل ترى فيها من جدعا أي من قطعا وهذه الفطرة يفسدها مفسدات أهمها ثلاثة المفسد الأول من مفسدات الفطرة الكبر فالتكبر يفسد فطرة الإنسان ولذلك أن يزعم به أشياء يعلم في داخله وفي باطنه أنها غير صحيح ففرعون قال أنا ربكم الأعلى وهذا منافل للفطرة فالفطرة تقتضي أن الإنسان مربوب وليس ربا وأنه محتاج إلى رب أنه يقر أنه محتاج إلى رب ولو ولد في جزيرة من جزائر البحر ولم يلقى أحدا فعقل لا بد أن يبحث عن شيء يعبده إن هدي إلى عبادة الله عبده وإلا بحث عن شجر أو حجر أو أي شيء يعبده فالإنسان محتاج إلى رب وهو يعلم أنه عبد وهو يعلم كذلك حاجته إلى تشريع وحاجته إلى دين وأن لديه جوعة أروحية تحتاج إلى أن يشبعها بأمور الدين والعبادة وفرعون فسدت فطرته بالتكبر فلذلك قال أنا ربكم الأعلى وهو يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب ولذلك قال يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأمه كاذب وكذلك زُجِّرَ لِبِرْعَوْنَ سُوء عَمَلِهِ وَسُدَّ عَلِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ بِرْعَوْنَ إِلَّا بِيْتَبَى زَكُمَ اللَّهَ خِيَرْهِ Donc le shiqh comme je l'ai dit tout à l'heure va nous évoquer 5 catégories, 5 types de vie que l'humain doit avoir donc il commence par la première qui est ce qu'on appelle alamudhar c'est le monde subconscient dans un monde dans lequel nous étions donc inconscients nous étions donc présentés à notre père Adam et dans lequel nous avons pris l'engagement devant Allah de n'adorer que lui et donc le shiq il cite plusieurs versets pour affirmer justement ce pacte que les humains ont eu à l'égard d'Allah que les humains ont été présentés Allah a montré à Adam sa descendance, il lui a montré ceux qui sont destinés au paradis et il lui a montré ceux qui sont destinés en enfer et donc il nous dit à ce moment-là quand Allah a parlé aux hommes أَلَسْتُ بِرَبْدَكُمْ ne suis-je pas votre Seigneur tout le monde a eu la bonne réponse بَلَا tout le monde a répondu certes tu es notre Seigneur et donc il nous dit le shiqh que de ce temps de cette situation-là nous avons gardé que deux choses nous avons gardé que deux choses de ce temps-là la première chose qu'on a gardé c'est la fétra c'est quoi la fétra ? la fétra c'est la pureté originelle c'est que nous sommes nés avec cette pureté-là cette pureté qui le fait de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala de reconnaître son Seigneur et il nous cite des ahadiths justement de l'Abi sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit chaque nouveau-né il est né selon la fétra et cette fétra qui est restée en nous elle peut être corrompue elle peut être déformée et le shikh il nous dit et cette déformation elle est due justement à des raisons c'est pour ça que Néhoussa il nous dit chaque nouveau-né il est créé sur la fétra et ce sont ses parents qui vont les rendre juifs ou chrétiens et donc il nous dit les éléments qui vont corrompre cette fétra cette pureté originelle il y en a trois qui sont essentiels et le premier c'est le kibre le kibre c'est l'orgueil donc l'orgueil est un élément qui va corrompre cette fétra cette pureté originelle et donc le shikh il va nous citer l'exemple de Feraoun Feraoun qui a prétendu être le seigneur il dit je suis votre seigneur donc le plus grand alors que Feraoun donc son attitude elle est complètement contraire à sa fétra parce que chaque humain au fond de lui il sait qu'il est serviteur et ce n'est pas un seigneur c'est pourquoi le shikh il nous dit même si un humain il vit dans une île perdue il va chercher quelque chose qu'il va adorer parce que dans sa nature justement il a besoin d'adorer quelque chose il sait que c'est un serviteur qui a besoin d'adorer donc quelque chose et donc c'est pourquoi il nous dit que cet élément qui est l'orgueil est un élément qui va corrompre et qui va déformer cette fétra qu'à la base les humains il seigneur il seigneur il seigneur il seigneur de la base وفسدت فطرتهم فبحثوا عن شيء يعبدونه من دون الله واتخذوا إجلاً يعبدونه على خلاف الفطرة وسبب ذلك هو حنادهم أنهم يعاندون في كل شيء حتى أن الله لما أمرهم السجود لم يسجدوا على جباههم وإنما سجدوا على أطراف الجباه وعندما نتق الله فوقهم الجبل ورفعه فوقهم وهم ينظرون وأخذتهم الرجبة كل ذلك لم يقتضي منهم أن يقولوا حطة عندما أمروا بذلك والحطة معناها الاستغبار أن يسأل الله أن يحط عنهم ذنوبهم ولم يفعلوا ذلك تكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا هو حجة أتباعي حجة مكذب الرسل فإن مكذب الرسل كانوا يستجدلون بذلك فيقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مختدون فكل مكذب الرسل كانت حجتهم هي هذه وذلك تقليدا لآبائهم وإجدادهم فإنهم كفروا بالله تقليدا وعبدوا هذه الأصنام تقليدا كما قال قوم إبراهيم لما سألهم أتعبدون ما تلحتون والله خلقكم وما تعملون لم يكن لهم حجة إلا قالوا إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون والقسم الثاني من التقليد هو تقليد القادة والزعماء سواء كانت زعامتهم زعامة دينية أو دنيوية فإن كثيرا من الناس يقلد زعاماء في الأمور كما كان عليه أهل مصر عندما أمرهم فرعون بإذلال بني إسرائيل وتقتيل أولادهم الصغار وهذا منافل للفطرة ولكنهم اتبعوا الزعيم كما قال الله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فهذا التقليد يحمي بصيرة الإنسان ويفسد فطرته والقسم الثالث من أقسام التقليد هو تقليد الأصحاب والنبراء ومن يعجب بهم الإنسان فإنه يقلدهم في تصرفاتهم وأفعالهم وأقوالهم وإي أمور لا يقتنع بها ولو راجع نفسه لما وجدنه بها مصلحة ولا داعيا لأن يفعلها أو أن يقولها ولكنه إنما فعلها تقليدا ومن أمثلة ذلك شرب الدخان مثلا فإنه في الأصل منافل للفطرة لأنه لا ينفع في أكل ولا شرب وليست رايحته جميلة زكية وليس حلو الطعم ولا هو نافع للبدن بل هو مضر فلماذا شربه الناس؟ إنما شربه بعض الناس كثير من الشباب إنما شربوه تقليدا فإنهم رأوا بعض الناس يشربونه فقلدوهم على ذلك ومثل ذلك كثير من حلقات الشعر وكثير من لبس الملابس غير المألوفة والتي لا توافق فطرة وليس بها جمال ولا ذوق إنما يفعلها الناس تقليدا لأولئك الذين أعجبوا بهم أو أثروا فيهم وهذا التقليد يفسد الفطرة الجيد من أعجب المأكدanks كروا بسيطان الهربية فهيطاني قد يقولون وضائع أفضل فترات كذلك 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 سوال الصفة وهو Надоفتر وضع قد لكما أعجبك لشترك لشترك لعناء لقطع التى كذلك بعد اعجبك بسيطاني انظر إلى ذلك وش Sempre يتبعه أن يسرعه وأن يسرع سرعه وأن اترحه فيه وأن يشدهه وأن ليس محجبه ومن ثم أساوي الإجابة من نياد إجابة وكان الله عزيزه في القرآن ينجح أن مُسَهَا سَلَيْهِهِ يأثقهماً يمنون على صورة، يتعال بحثول مكونات يحضر من ما بوسيقى، يددي من أجل ceaseوق extraordinaires et malgré cela ils se sont entêtés justement à ne pas à ne pas croire ils ont même ils sont même partis adorer donc le veau au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala le seul qui mérite d'être adoré et le shir il évoque également un autre élément qui déforme la fetra qui est le taklid c'est quoi le taklid le taklid c'est le suivi aveugle le fait de suivre de copier aveuglement et le shir يقولون أنه سبباً في تقليد يوجد فيه ليس من متى أيضاً يقولون أنه سبباً يقولون أن يتقليد تقليد الأباء في قرآن نوى أنت تقليد الأباء عندما ستبقى عندما يكونون فيها أيها الأعزادة كيفية تتبيد كما يواجدون كما يرى أن يرى أنه إننا وجدنا الأباء على ذلك أن نتجائد نسلسل من نسلسل من النسلسل كم وجهة بحثة في السمع ورحمة دعوة في سنسلة وإن اواما يخبره يجب أن يكون هناك يرجعاً يجب أن يكون هناك دعوة الدقلد مراعباً لحظة وهي السادسة وهي السماعية وهي من المحن وهي سيكون هناك وضع الانصبع إرادة هذه الانصبع ونصبع ونصبع Et puis il cite une troisième forme de taqlid, de suivi aveugle, qui déforme également la fetra, qui est le fait de suivre aveuglement ses amis et ses copains. Et donc le shikh va citer des exemples concrets qui montrent comment des personnes, en adhérant à ce suivi aveugle, ils ont déformé leur fetra et ils ont adhéré à des choses qui n'ont aucun sens. Il va citer par exemple l'exemple de la cigarette, il dit quand on prend l'exemple de la cigarette, c'est un élément qui n'est pas utile, qui ne dégage pas une bonne odeur, qui n'est pas profitable. Et pourtant, il y en a beaucoup qui fument, juste pourquoi ? Parce qu'ils ont vu les autres fumer, donc ils font pareil. Et il dit on pourrait également dire la même chose concernant certaines coupes de cheveux répandues chez les jeunes, que c'est des coupes qui n'ont aucun style, aucun goût. Mais ils vont quand même le faire, tout ça pourquoi ? Pour copier, parce qu'ils ont vu autrui faire cela. Et donc on voit que le taqulid ici, le fait de suivre aveuglement, est un élément qui mène justement à corrompre et à déformer sa fetra originale. Fadhar Oseekhana Fadhar Oseekhana Fadhar Oseekhana Fadhar Oseekhana Fadhar Oseekhana Fadhar Oseekhana موجودا مركوزا في النفوس فترى وجه إنسان فتقول كأنني أعرفك أو كأنني لقيتك وأنت لم تلقه من قبل ولكن جعل الله بينكما ذلك التعارف في عالم الذر وقد صحى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف فلذلك تنجذب إلى إنسان ليس بينك وبينه نسب قريب ولا بينك وبينه عيش ومشترك ولكن تجدوا ألفة بينك وبينه وفي العقس أيضا بعض الأقارب تجدوا نفرة بينك وبينه وعدم اتفاق في الأمور وإن كان قريبا في النسب لكن لم يقع ذلك التعارف فليهذا قاله ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف لذلك المستقبل أنه يتقل أنه تارف سادة دمت للحين يتقل الأصب الى النظر هو التعارف أنه يتقل أنه يتقل أنه ، يتقل أن يعرف نتقل أنه ، بحث إن أنت تعرف كثيراً أتعرف بعد شخص أنصر عليك وبين ذلك لكن يجب أن أصلاح أن有沒有 اعترف بذلك وشكري يدون إلى نفس austيث على كانه من المسلين الفيحة يقول يقولين أذن صعبة أثنين همونين يصدقون ونسببا عليك شخص أنصر عليك أتعرف أن يجب أن أتعرف بعض الاختبار وتعرف أنه لك لم يحلقها أن يكون في الواضح وكثيراً دائما تتعرف المترجم للقناة ونزعوا ونزع الروح منه عند الموت والنازعات غرقا والناشطات نشطا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون توفته رسولنا وهم لا يفرطون فما بين النفخة والنزعة هو هذا العمر الطبيعي أقصر أعمال الإنسان والناس فيه متفاوتون فمنهم من يعمر ومنهم من ينقص من عمره وكل ذلك بأمر الله وفي علمه وحسب ما كتب وهذا العمر جعل الله للإنسان فيه ثلاثة فرص للنجاة من عذابه الفرصة الأولى الحياة الدنيا نفسها فهي دار العمل وليس دار الجزاء والفرصة الثانية العمر الشخصي للإنسان فإنه هو الذي يعمل فيه وما لم يعمله فيه لا يجده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه فما لم يعمله الإنسان في عمره هذا لا يمكن أن يعمله بعد الموت في قبله ولا يمكن أن يعمله على الساهرة في الحشر ولا يمكن أن يعمله في الجنة أو في النار فإذا هو فرصة للعمل والفرصة الثالثة ما أنعم الله به علينا من أنواع النعم في هذا العمر فإن لكل نعمة أجلا مسمى والنعم لا تدوم وقد جعل الله لها أجلا كما حددها فنعمة الشباب ونعمة الفراغ ونعمة الصحة ونعمة السمع ونعمة البصري ونعمة البهم ونعمة الإدراك ونعمة الأمن ونعمة الرخاة ونعمة العيش الكريم ونعمة الحرية ونعمة الثقافة وغير ذلك من أنواع النعم الكثيرة التي لا تخصى وإن تعدون نعمة الله لا تخصوها هذه النعم الكثيرة ما لم يستغل لها الإنسان فإنها تكون ترة عليه ولها آجال محددة وبقاء الإنسان فيها مثل بقائه على كرسي الحلاق يجلس ليحلق رأسه ثم يقوم ليترك مكانه لغيره والناس يقولون لو دامت لغيرك ما وصلت إليك أي لو دامت الرئاسة أو النعمة لك ما وصلت إليك فإذا وصلت إليك فأعلم أنها لن تدوم لك أيضا وبهذا تعلموا أن هذه الأمور الثلاثة التي هي عمر الحياة الدنيا منقضين فهي أمم وآخر أمة فيها أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكل أمة عبارة عن قرون وهذه الأمة قد مضى منها إلى الآن أربعة عشر قرنا وقريب من النصف ونحن الآن ننتظر أشراط الساعة الكبرى فقد إجاء أشراطها فقطعا نوقن بأننا في نهايات الدنيا وأواخرها وذلك مقتضم منها لأن نحرص على أن نستغل هذه الدنيا قبل فواتها وكذلك أعمارنا الشخصية فإنها محطات ننزل بها إلى النهاية الحتمية وهي الانتقال من هذا العمر إلى الآخرة ونحن الآن مرنا بكثير من الأطوار في حياتنا فكل يوم من الأيام هو طور أو مرحلة نقطعها والقطار مسرع إلى المحطة القادمة والمحطة القادمة هي الموت فلذلك لا بد من استغلال هذا العمر قبل فواته وكذلك هذه النعم التي نعم الله بها علينا لا تدوم قد رأينا كيف بارقها الآخرون فرأينا من سلب ماله من سلب بصره ومن سلب سمعه ومن سلب عقبه ومن ابتلي بفتنة في تفكيره وضل بها ومن أصيب بحزن شديد أدى إلى فساد فطرته حتى أصبح يريدو تخلص من روحه يقضل نفسه بالإنتحار و هذا منافل الفترة لكنه يفعره لإسانا تقليدا لنواراهه ويأونو أنه بذارك يخفف عن نفسه وكل هذا يقضي بنا أن نبادر لإستغلال هذا العمر قبل فواته موسيقى La première vie, c'est le seul moment d'œuvrer. C'est une vie justement de travail, d'œuvre. C'est une demeure de travail et non pas de récompense. دارو عمل وليس دارو جزاء C'est une demeure dans laquelle on œuvre, mais ce n'est pas une demeure dans laquelle on est jugé, on est rétribué. Deuxièmement, que tu saches que ta vie, en fait, c'est ce que tu as fait. Ta vie, elle se résume par rapport aux actes que tu as fait, par rapport à ce que tu as entrepris. Et sache que l'action que tu fais, tu ne peux la faire que pendant cette période de vie. On ne peut pas œuvrer quand nous serons dans la tombe, on ne pourra pas œuvrer quand on sera dans le paradis. Et troisièmement, c'est de savoir que ces bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés, ce sont des bienfaits qui sont également temporaires. Donc, ce sont des bienfaits qui disparaissent. Tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, ce sont des bienfaits qui sont susceptibles, bien évidemment, de disparaître. Et il évoque plusieurs exemples. Donc, il dit que c'est pourquoi il est de notre devoir, justement, de profiter de ces bienfaits-là et de se rappeler que cette vie, elle est éphémère, elle est de courte durée. D'ailleurs, il n'aura plus de dicton qui est souvent utilisé que si la vie, la denia avait duré pour quelqu'un, jamais elle te serait donnée, jamais elle arriverait à toi. Si elle avait duré éternellement chez Koui, elle ne serait jamais transmise à nous. Et il nous dit que cette vie, donc, a vu plusieurs communautés passer. Donc, plusieurs siècles ont passé, et ces siècles-là, durant ces siècles-là, il y a eu plusieurs communautés. Et la dernière communauté, c'est la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, c'est cette communauté-là, donc, elle a plus de 14 siècles. Et donc, il dit, nous, nous sommes justement vers la fin, vers la fin de ce temps, vers la fin de cette vie. Nous attendons les signes majeurs qui annoncent la fin des temps. Donc, il dit, c'est pourquoi il est de notre devoir d'exploiter et de profiter de cette vie. Il dit, nous sommes justement comme des personnes dans un train qui accélère et qui va bientôt arriver à destination. Donc, soyons exercer, il nous dit, autour de nous, de voir comment beaucoup de personnes ont perdu des bienfaits, que ce soit des bienfaits relatifs par rapport à leur vie, par rapport à leur santé, mais également par rapport à leur pensée. Et combien de personnes, justement, ils ont changé dans leur idéologie, ils ont changé dans leur doctrine, à cause, justement, des épreuves et des calamités qui se sont abattues sur eux. Certains même, il nous dit, on recourt même au suicide, pensant, en pensant trouver le soulagement, et ils le font en copiant les autres, et il nous dit que cela, bien évidemment, est complètement contraire à la fétra, à la pureté originelle que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. C'est bon, c'est bon. C'est bon. بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم وصحى عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال بادروا بالأعمال سبعة فهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منصية أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر واستغاله هو الذي نزلت فيه هذه السورة كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى من خلال الخطة الاستراتيجية التي وضعها الله بها لعباده والعمر الثالث من هذه الأعمار هو عمر الإنسان تحت الأرض وهو برزق بين الدنيا والآخرة البرزق هو الحائل وهذا العمر هو بالواقع أول منازل الآخرة وبدايتها ولذلك القبر أول منازل الآخرة وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده فكل ما قرع على الإنسان في حياته الدنيا في هذا العمر ينصيه قبره لما وجد فيه من اللذات وما وجد فيه كذلك من الشهوات وما وجد فيه من الآلام والمشكلات كل ذلك يزول بضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل وهي أول مشاهد القبر فإن الإنسان بعد الضجعة الأولى عندما يضجع في قبره سيمدو له في تلك الضجعة من الله ما لم يكن يحتسب وبدالهم من الله ما لم يكنوا يحتسبون وسيكشف فيها الغطاء عن بصره فيرى ما كان محجوبا عنه من عالم الغيب يرى كثيرا من الأمور التي لا تخطر له على بال ولم يكن يلقي لها حسبانا وقد قال الله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم وعيد وجاءت كل نفس معها سائق مشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك عطاءك فبصرك اليوم حديد بعده ضمة القبر التي تختلف منها الأضلاع وتزول منها الحمائل وهي تهيئة لسؤال الملكين ثم بعد ذلك سؤال الملكين وهو امتحان القبر يتيه ملكان فيقولان ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا فيقولان له صدقت وبررت قد علمنا إن كنت لموقنا وأما المنافق أو المرتاب فيقول هاه هاه لا أدري كنت سمعت كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقولان له لا دريت ولا تليت ويضربانه بمطارق بين فوديه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن وبعد ذلك عرض العمل فإن كان الإنسان محتنا أي غلب إحسانه على إساءته مثل له عمله بأحسن صورة وأحسن رائحة فيأتيه فيقول أبشر بخير فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بخير فمن أنت فيقول أنا عملك الصالح وأنا أنيسك في غربتك وإن كان مسيئا أي غلبت ساءته على إحسانه أتاه عمله بأقبح صورة وأنت لرائحة فيمثل له فيقول أبشر بسوء فيقول وجهك الوجه الذي يبشر بسوء فمن أنت فيقول أنا عملك السيء وأنا أنيسك في غربتك وأنا صاحبك في غربتك نعوذ بالله من جار السوء في دار المقام ثم بعد ذلك يأتي عرض المقعد فيعرض على الإنسان مقعده من الجنة ومقعده من النار فيقال له هذا مقعدك من الجنة لو انتقيت وهذا مقعدك من النار لو عصيت فيشاهد ذلك كله وهذا العمر طويل جدا فهو أطول من العمر السابق بأضعاف مضاعفة فعمر نوح عليه السلام فوق الأرض هو من أطول الأعمار التي عرفناها وقد عاش عمرا طويلا فقد مكث قبل البعثة أربعين سنة كما هو حار كل الأنبياء ومكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ثم بعد ذلك مكث في السفينة على الماء أربعين سنة ثم بعد ذلك قيل له يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم فعاش بعد ذلك زمان طويلة ولكن مع ذلك بقي نوح تحت الأرض في البرزخ آمادا هي أضعاف مضاعفة لعمره الدنيوي الذي عاشه فوق الأرض وبذلك يعلم أن هذا العمر الثالث الذي هو عمر الإنسان تحت الأرض ليس فيه عمل ولا إنتاج وليس يزداد فيه الإنسان من الحسنات إلا استثناء قليل من بعض ما تركه وراءه في الدنيا مما يجري عليه فإنه صحى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له صدقة جارية وكذلك استثني المرابط في سبيل الله ففي الحديث ما من ميت إلا ويختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجرى عليه عمله ويأمن الفتاء فإنه لا أولاد أن يسرا الأشيخ عن العام تحديث على إخفار يسرا نستخدم نعلم أنه في الدنيا سمتسلي في الدنيا سمتسلي وفي الدنيا سمتسلي في السباق في الدنيا في الدنيا سمتسلي فإنه راسة ويقوم بخيرا فقط على استعادة الأولى يتبعا تلك السيارة اوها البارزاج في يتبعاً على المساعدة تلك السيارة المتابعة التي ستكلم بها ويقوم بخيراً ويقوم بخيراً هذا الآن يرحلون سيحن الأحيان سيحن جدات ويقوم بخيراً فانه سوف يخبرن أشياء أنه لم يمكن أن أجل وعادة أنه سوف ينجد ويقول في سيحر ويقولون أنه سوف يتحدث في هذه المنزل المنزل نسع المنزل الضمم المغزرة نسع المنزل المنزل لأنتهر ويقولون أنه سوف يتحدث ويقولون، نسعه ويحصل على المساعدة ويحصل على المساعدة من المساعدة ويحصل على المقبل ترجمة نانسي قنقر 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 المترجم للقرد والقودية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هو عمر الإنسان فوق الساهرة وهذا العمر عمر القيام ليس فيه جلوس ولا اتكاء ولا راحة يوم يقوم الناس لرب العالمين وهو عمر طويل أيضا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ويشتد فيه الحال على الناس شدة عظيمة لأن الشمس تدنو فقرؤوسهم حتى تكون كالميل ويشتد بهم والعرق فمنهم من يصلوا إلى كعبيه ومنهم من يصلوا إلى ركبتيه ومنهم من يصلوا إلى حقويه ومنهم من يصلوا إلى سرته ومنهم من يصلوا إلى تندوته أي ذبيه ومنهم من يصلوا إلى ترقوته ومنهم من يلجمه العرق إرجاما ولا خروج من ذلك إلا بالشفاعة وهم يرون جهنم تقاد بسبعين ألف زمام في كل زمام سبعون ألف ملك وقد أحاطت بالناس من كل جانب وهم يسمعون أصواتها المروعة ويرون ألوانها يركب بعضها بعضا ويجذبها إليهم أربع مليارات وتسعمائة مليون من الملائكة وهذا الحاصل من ضرب سبعين ألفا في سبعين ألفا لأن لها سبعين ألف زمام في كل زمام سبعون ألف ملك ثم بعد ذلك يأتي العمر الخامس وهو العمر الأبدي السرمدي إما في جنة وإما في نار فإن كان الإنسان من أهل الجنة ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم بها خالدون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأذيما إلا قيلا سلاما سلاما وإن كان من أصحاب النار ففيها من أنواع المذلة والهوان ما لا يخطر للإنسان على بال وأعظم ذلك أنهم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم كما أن أبلغ ما في الجنة من النعيم المقيم لذة النظر إلى وجه الله الكريم وبهذا يعلموا أن هذه الأعمار إنما هي أطوار حتمية لا بد أن يمر بها كل فرد من الأبراد فأيا كان ذلك الفرد سواء عمر أو نقص من عمره سواء كان من الأولين أو من الآخرين سيمر بهذه الأعمار الخمسة العمر الأول منها قد انقضى وهو عالم الذر والعمر الحالي الذي نحن فيه قد انقضى لكثير من الناس الذين ماتوا في هذه الدنيا من بداية عهد آدم إلى وقتنا وكل لحظة فيها عدد من الموتى يذهبون من هذه الدار إلى العمر الثالث الذي هو عمر البرزخ ثم بعد ذلك العمر البرزخي الخروج منه إنما هو عندما ينفق البلك في الصور فينادي المنادي في الناس هلموا إلى ربكم فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينصلون وحينئذ تبدل الأرض غير الأرض فيجتمعون في الساهرة وهي أرض كالكرسفة البيضاء يقف الواقف على طرفها فيرى طرفها الأجر ويحشر النات إليها كالجراد المنتشري وكالفراش المذوذ ونهاية ذلك العمر أيضا إنما تكون بالشفاعة عندما يشفع محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه في الخلائق جميعا إما إلى جنة وإما إلى نار فيقال له يا محمد ارفع رأسك واشفعت شفع وسألت أطه فحينئذ يطلق الناس من ذلك المقام إلى العرض على الله سبحانه وتعالى والمحاسبة وبعد ذلك يدقل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بعد أن يُعقَد الهسر وهو الصلاة على متن جهنم كوريدا به في سبحانه وتعالى كيف تتحقق المعام إلى الرجى ِيوم الإثارات ليس قلائك وبعد ذلك المموصف في تحصيل الحياة حين سبحانه وتعالى وهو الأن تجداء بعد ذلك المناعة نحن لا يتمتم الأدساء المنسيط على رقم المنسيط تَيَنْ نَعَرْكَ شكرا للمشاهدة إلا أنه كل هذا الجنний يساعد معه أنه لها رابباً لانشاعرك علاً لقد أشياء أولاً كان من وقتها آخر يقول أن هناك لمدرع الخامس لإنهوا أكثرات عم نفسه وهناك يوسيقى يقولون أنه الأشياء يقولون أنه أشياء أي سيارة هناك الثالية ، في المستخسرة ترجمة نانسي قنقر هو الذي أقسم الله به فقال والعصر ثم بعد ذلك المقسم عليه إن الإنسان لفي خسر وهنا إن حرف للتأكيد فهي لتأكيد مضمون الجملة وإثباته وإذا جاء ذلك مع القسم ثم أكد ذلك تأكيدا ثالثا بإثبات لام الابتداء وهي اللام التي تدخل على الخبر بعد إن فكل ذلك يدل على أن هذا الأمر لا ريب فيه ولا شك ولا يمكن أن يعتري الإنسان فيه أي تردد إن الإنسان لفي خسر والإنسان جنس وأل التي ذكرت هنا فيه هي الشمولية التي يصلح في مكانها كل معناه يصلح في المعنى لو قيل إن كل إنسان لفي خسر فهذا شامل للإنسان جميعا فقد أحاط به الخسر من كل جانب فهو عرضة للخسران لأنه فتح عليه الجبهات الخمس المعروفة التي هي جبهة الشيطان وجبهة النفس الأمارة بالسوء وجبهة قرناء السوء وجبهة مفاتن الحياة الدنيا وشهواتها وجبهة النعم فكل ذلك إذا لم ينتبه له ولم يجاهد به فسيغويه وهو عرضة للطغيان في هذه الحياة فلذلك كأن الخسران يحيط به من كل جانب فجعل الخسران ضرفا للإنسان إن الإنسان لا في خسر وهذا العموم لا بد من الاستثناء منه والاستثناء معيار العموم فجاء الاستثناء في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والخسر في الأصل هو عدم الربح مقابل الربح والمقصود به أن يضيع الإنسان شيئا من رأس ماله ورأس مال الإنسان هو العمر كما ذكرنا فهو أساس ما يملكه الإنسان والعمر مدته كمثل دراهم بيد الفتاة يقضي بها حاجاته خسر لذي عقل لبيب مؤمن وقت يمر ولم يزد حسناته طول البقاء بلا ملازمة التقى خسر له بحياته ومماته فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن الخسارة متحققة إذا لم يشتغل بهذه الخطة المنقذة التي تنقذه من الخسران وهذه الخطة عبارة عن أربع مراحل سنبينها إن شاء الله سنبينها إلا دراهم إلا دراهم سنبينها 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 إلا دراهم سنبينها 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 هذا القسم أن الإنسان كأنه ملقا في بحر من الخسران يحيط به من كل جانب وأن الخطة المنقذة له التي تنقذه من ذلك هي هذه المراحل الأربع أولها تعلم ما أمر الله به حتى يؤمن الإنسان ويوقن وهذه المرحلة تقتضي من الإنسان أن ينفق جزءا من وقته وجزءا من طاقته وجزءا من كل ما لديه في تعلم ما أمر الله بتعلمه فإن الإنسان أخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا والله أخرجكم من بطون أم هاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون فقد يسر الله للإنسان وسائل العلم وأعطاه أدواته ولكنه أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا والناس متفاوتون في العلم وهم درجات فيه كثيرة وتفاوتهم فيه عظيم والإنسان قابل للإزدياد منه دائما ولم أرى من عيوب الناس عيبا كرقص القادرين على التمام فلذلك يحتاج الإنسان كل يوم تطلع فيه الشمس لا يزداد من العلم ولم يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء من الدنيا غير العلم ولذلك قال وقل رب زدني علما وهذا العلم به شرف الإنسان ولذلك فإنه هو المسابقة التي عقد الله بين آدم والملائكة الكرام فنجح فيها آدم لم تكن هذه المسابقة في العبادة ولا في أصل العنصر وإنما كانت في العلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وهذا العلم هو الذي تحصل به معرفة الله والإيمان به ولهذا قال إلا الذين آمنوا فهذه هي المرحلة الأولى هي المرحلة الأولى من هذه الخطة المنقذة هي أن يتعلم الإنسان يعطيه جزءا من وقته للتعلم وقد جاء بالحديث أي يوم لا أزداد فيه علما فلا بورك في طلوع شمس ذلك اليوم والمرحلة الثانية بعد العلم هي العمل أن يعمل الإنسان بما تعلم فإن العلم حجة قائمة عن الإنسان إذا لم يعمل به كان ترة عليه وحجة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك فلابد أن يعمل الإنسان بما تعلم وإلا فإن العلم حينئذ الحجة عليه كإبليس الذي علم ولم يعمل وهذا العمل المقصود به العمل على وفق العلم بعد أن يعلم الإنسان ما عليه أن يعمل ليبادل إلى العمل بما عرف حكمه وعرف تبصيله وبعد ذلك المرحلة الثالثة هي الدعوة إلى ما تعلمه وعمل به فإن الإنسان لا بد أن يترك أثرا فهو خليفته في الأرض ولذلك لا يمكن أن يعلم ويعمل وينقذ نفسه ويهمل البقية فلابد أن يكون له أثر على الآخرين وهذا الأثر هو دعوته للآخرين لإنقاذهم وأن يريهم طريق الاستقامة وطريق الحق وهذه الدعوة هي التي أذن الله بها على نفسه فقال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون وأذنى بها على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا من منيرا وأمره بها فقال وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين وقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وأمره أن يخبر عن نفسه وعن أتباقه بأن الدعوة سبيلهم فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وهي أحسن الأقوال وأرضاها عند الله كما قال الله تعالى ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ثم بعد ذلك المرحلة الرابعة وهي الأخيرة من مراحل هذه الخطة هي الصبر على طريق الحق حتى نلقى الله فإن الإنسان في هذه الدار يسلك صراطا دنيويا هو تمثيل للصراط الوخروي وعليه كثير من الفتن والمشكلات فعليه أن يصبر عن معصية الله وأن يصبر على طاعة الله وأن يصبر على قضاء الله وقدره وأن يصبر على تبعات دعوته وتبعات إيمانه وتبعات التزامه فلها ضرائب وتبعات كثيرة وإذا لم يصبر عليه الإنسان فإنه كثيرا ما يسقط ويتهاوى فيحتاج الإنسان إلى الصبر على هذا الطريق وهذه الأربع هي التي قال الله فيها إلا الذين آمنوا هذه المرحلة الأولى بتعلم ما أمر الله به بتعلم الإيمان وعمل الصالحات هذه المرحلة الثانية بالعمل وتواصوا بالحق هذه المرحلة الثالثة وهي الدعوة وتواصوا بالصبر وهذه المرحلة الرابعة وهي الصبر على هذا الطريق موسيقى 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 العمل الذي لسه به تعلم وهذا غير صحيح لا بد أن يدرك الإنسان أنه في كل يوم يقسم ما لديه من طاقة ووقت بين التعلم والعمل والدعوة والصبر يجمع ذلك يجمع هذه القطة بأقسامها الأربعة جميعا ويستمر على ذلك في يومه وهذا اليوم يمكن أن يكون خاتمته في هذا العمر فنهاية هذا العمر الدنيوي مجهولة بالنسبة لنا معلومة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى وهذه الأمر الأربعة هي أولويات الإنسان في هذه الدار ولا بد أن يحرص على إتقانها وإكمالها قبل الانتقال إلى المرزخ وهي التي تنجيه يوم القيامة وتجعله من أهل الجنة وهي وصية لقمان لابنه التي بينا الله بكتابه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا ابني لا تشرك بالله إن الشرك لغل منعظيم فهذا تعلم هذا تعليم ثم بعدها قال يا ابني أقم الصلاة وهذا العمل ثم بعد ذلك قال وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وهذه الدعوة ثم قال بعد ذلك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزب الأمور وهذا الصبر على الطريق نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم أجمعين لاستغلال أعمالنا وأوقاتنا فيما يرضيه وما يقربنا إليه وأن يجعلنا أجمعين من الراشدين الذين لا يضيعون أعمال أعمارهم في غير طائل وأن يجعلنا وإياكم أجمعين من الشاكرين الذين يستغلون كل ما أنعم الله به عليهم من النعم في مرضاته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا وأن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وأن يهدينا لمختلفه فيه من الحق بإذنه وأن يرزقنا فهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما وأن يحسن خواتمنا وأن يرزقنا أجمعين حسن الخاتمة وجميل العالم وأن يأخذ بنا واصينا إلى البر والتقوى وأن يحل علينا رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته س且ية تض Care Dem know تفتيح لانس من أدBT به يقويك تقطع من الأح�� ömين يمكن أن تتعايش Obama لانق explorاره قبل المدرس たهن قرح Boy Be 59 بعد من من قبل و هذا اليوم ستح Score ستحه لمدرس فالبقل وضعوانع ومدرس ورغبه ومدرس نوازي نؤخد مجتمع وثمابت نقاط على مقابلًا كذلك يسمى أن أن يتجع في مقابلًا ويقابلًا وغيث يشأل نقاط على مقابلًا ويقابلًا ويقابل نفسه ويقابلًا مجمع تجاربًا في مقابلًا ويقابلًا يقول لك يَا ابُنِي لَتُشَرِكُلَّةُ إِلَا كِبْاً بَعْلَهُ يُلْحَمُ الْأَحْرِنَةُ يعليك وَالَحُوَى أَحْرِقِمَ السَّلَاةُ يُعَقِيْمَ السَّلَاةُ إِلَا كِبْاً يُلُحَمُرْ مَارُوف وهو أَحْرِنَةُ هي الأَكْبَرًا يُعَقْرِ عَلَاً أَسَابَكُ على ما يشأن الموضوع، في حاول يتقدم الموضوع أخطاء самые شيئے حيث نفس الموضوع، هذا هو وفرج تشرية في هذه الموضوع لتصرف أخطائناً وفي ذلكه السابق يتحكم وفرج هذا الفجر في سحصان طبعاً أخطاء من تحصير في هذا العام في ذلك ويجريًا لا أخطأ على التحيص جزاكم الله خير شيخنا الفاضل استفدنا منكم الله نجعل هذا في زني حسنتكم وإياكم الله ويكرمكم أكرمكم الله ويجزاكم الله خيرا إن شاء الله يكرمنا معكم إن شاء الله الله يكرمك الزكرة كل خير يكرم جميع المشاهدين والمشاهدات ويحفظهم أجمعين ويباركوا فيهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلامة وبركاته